اشتركوا في القناة في منزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد أما الساعة 53 دقيقة من عصر اليوم الجمعة القمر ينتقل لمنزلة الثرية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور أما تمام الساعة 33 دقيقة من عصر اليوم السبت رح ينتقل القمر لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر اليوم رح يتواجد بالحمل وبالثور يعني بين البرجين ذكرنا يوم أمس هاي المعلومة لأنه في خلوم مسار برضو رح أذكره الآن القمر بما أنه الآن موجود في برج الحمل ورح يظل منتصف الليل تقريبا بتوقيت الشرق الأوسط فبالظل هاي فترة نشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبرا في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها بنفقد دبلوماسيتنا منكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكننا أيضا إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما طبعا في عنا زاوية فلكية ذكرناها يوم أمس واليوم رح نذكرها هي زاوية التربيع السلبية اللي رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون تاثيراتها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح ذروتها ساعة 9 مساء بتوقيت جرينيتش وهو بداية خلو المسار بتدفع هاي الزاوية بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي اللي رح يبدأ الساعة التسعة ورح يستمر لغاية الساعة 11 و 41 دقيقة مساء من مساء اليوم الجمعة لهم موعد بث الحلقة لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج الثور يعني طيلة يوم السبت القمر في برج الثور هذا بيعني أن الفترة المذكورة اللي هي ما بين التسعة والساعة 11 و 41 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا يتصلح للبدء بأي عمد جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11 و 41 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بنتقل ويستقر في برج الثور عشان هيك بنشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في بجر الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار ويمكنها شراء عقار ما أو قضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا أما بالنسبة للزاوية الزوايا البطيئة المتشكلة فعند زاوية التثليث ظهرت على الساحة اليوم هي زاوية التثليث إيجابية بين عطارد وبين أورانوس هاي طبعا تأثيراتها من 28 واحد ولغاية واحد اثنين ذروتها يوم 30 واحد الساعة 16 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش منشعر ومننشط ومنباشر بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في ذات الوقت كما أنها هي زاوية بتعزز قدرتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم مساء العلمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجودة لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهذه تاثيراتها مستمرة لغاية يوم 3 اثنين طبعا هاي زاوية بتعزز قدرتنا على القيادة وبنتشجح على الاقدام على قطوة جديدة وجريئة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهذه تاثيراتها طبعا اليوم آخر يوم لها اللي هو 29 أو يوم الأحد هو 29 طبعا بتدفع بحضورنا بصورة عامة وبتقوي إرادتنا وبتمنحنا الثقة بالنفس والتسامح وبرضو من ميل لحسن التصرف هذا الاتصال بيجلبنا حض ونجاح برضو أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي ذروتها الساعة وحدة و 56 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا تاثيراتها من قبل منتصف الليل وبتستمر لغاية ساعات العصر هاي زاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس وهي راح تكون ذروتها الساعة 13 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش وبعنى التربيع يعني أصبح القمر نصف بدر بيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا طبعا من الآن موعد مثل حلقة لغاية منتصف الليل وما بعد بقليل يعني حسب الدولة الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرعين أما من ساعات المساء المتأخرة أي أول ساعة ما بعد منتصف الليل بصير عنها العنق والحنجرة والحبال الصوتية الغد الدرقي اللوزتين وتفاحة آدم بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي ولكنه لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الثور خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين ثلاثين واحد ببدأ خلو المسار الساعة خمسة وواحد وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية وأربعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر ويستقر في برج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع عمره سبع أيام في تمام الساعة ثمانية وثمانية وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بصير عمره ثمان أيام نسبة الإضاءة خمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمانتاش اثنين سعيد بنسبة عشر في المية القمر في الحمل وبدو ينتقل للثور زي ما حكينا أغلب اليوم رح يكون في برج الثور ورح يظل في برج الثور حتى يوم ثلاثين واحد سعيد بنسبة خمس واربعين في المية الآن ساعات منتصف الليل بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة خمستاش في المية عطارد في الجدي حتى يوم احداش اثنين سعيد بنسبة خمستاش في المية الآن أما في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 45% الزهرة في الحوت حتى يوم 22 الآن هو بدأ منتحس بنسبة 0 في ساعات ما بعد منتصف الليل بصير سعيد بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25 ثلاثة سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16.5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7.3 سعيد بنسبة 15% ورنس في التاور حتى يوم 29.8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23.3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا الآن ثقتكم بأنفسكم كبيرة يا موليد برج الحمل وبعمكم النشاط وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصارحكم وممكن تهتموا بمظهركم أو ببعض التغييرات أما في ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة اليوم بيصبح هذا اليوم يوم بيحمل معاه فرص مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشطوا بالاتصالات والزيارات وبتهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم شيء تتشجعوا اليوم وتنطلقوا وممكن تعالجوا بعض المسائل الإدارية والتمولية اللي بتطلب منك توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية برج الثور ما زالت الأجواء بتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني أهم شيء تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لغذاءكم وراحتكم من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل أما من بعد منتصف الليل وطيلة نهار اليوم بتصير الأجواء بتحمل معاها ثقة بالنفس كبيرة وبيعمكم النشاط بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي طبعاً راح تكون هاي الفترة مميزة واستثنائية وبيدعوك الجولة بدل الجهد من أجل السلام وبلغ التفاهم وتعتبر هاي بداية مرحلة ممتازة جداً بالنسبة لكم حاولوا أنك تأخذوا المبادرة وتكونوا شجعاً برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا لأصدقاء من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة وحاولوا أنك تكونوا مخلصين لصداقاتكم ووعدكم أما من بعد منتصف الليل الأجواء راح تتغير تماماً لأن القمر راح يوصل للتور يعني برج الثور بيت متاعبكم فهو أنا بدكوا تنتبهوا وما تبالغوا بمجهودكم الجسماني انجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم وما تراهنوا على الحبود ممكن تعانوا من الركود ومراوحة المكان ما تجازفوا بصحتكم أو بعلاقاتكم الأفكار مشوشة والظروف مخيبة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً الأجواء هنا بتضل حمل فرص متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولون أو للمسؤولين وبيحافظوا على إنجازاتهم القائمة في مجال العمل الأهم شيء نتهدعوا من روعكم من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل ما في داعي للمجازفة أو المغامرة أو مخالفة القوانين أما من ساعات ما بعد منتصف الليل بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم وطيلة النهار طبعاً ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مواتية رغم الضغوطات كرروا المحاولة إدارة الدعم والتأييد تعتبر هذه فترة مناسبة للانضمام الجمعية أو مؤسسة عن الأجواء ممتازلة إلك برج الأسد ابتنشطوا في مجال السفر والابعيد والاتصالات البعيدة وتعتبر هذه فترة مناسبة لإجتياز امتحان أو جراء مقابلة ولكن لا تعتمدوا كثير على الحضوض وانتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة وخصوصاً بالشوارع المفتوحة من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل ممكن اليوم تظهروا تعاون أو من الآن لغاية منتصف الليل تعاون أكبر مع الآخرين وخصوصاً مع الجهات المسؤولة أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة النهار بيصبح الجو مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين برضو هاي فترة مهمة على الصعيد الليل المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون فيه قلق حول أحد أفراد العائلة بتواجه اليوم مسؤوليات أو عبء مهني أهمش أنك ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام في بعض الصعوبة برج العذرة بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل رغم أنه فيه فرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن حاولوا إنكوا تبادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع وما تكفلوا حد وما تضمنوا حد وانتبهوا على أموالكم ممكن يكون فيه بعض المصاريف اللي لها علاقة بأحد أفراد العائلة أو مسائل صحية أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة النهار بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور الهلاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور تعتبر هاي فترة إيجابية جدا بيسهل خلال هالحوار وبتفرحوا بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معاكم وفيها سفر محتمل للبعض برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعات ما بعد منتصف الليل فمن الآن ولهذا الوقت بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني ولكن ما بجوز إثارة المتاعب وبعدوا عن الانفعال والقرارات المرتجلة والعصبية والحدية بالطباع وانتبهوا لصحكم بعد منتصف الليل وطيلة النهار بتتغير الأوضاع بشكل ممتاز وبتمنحكم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويب ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكروا بمستقبلكم أو صحتكم مثلا أو تأخذوا المبادرة بالاتجاه المذكور قدموا التنازلات وتراجعوا عن خطوات وقرارات سببت إزعاج وعدوات في الأيام الماضية أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وابتجدوا اليوم تعاون أكثر من الزملاء لكن الآن القمر بدأ بمراحل المقابلة حاولوا أنكم ما تفرضوا سلطتكم على زملائكم أو تعاندوهم أو تعصبوا عليهم نضموا جدوى الغداءكم برضو وخذوا قصة من الراحة من حين لآخر لأن القمر زي ما حكينا بعد منتصف الليل لحيصير مقابلكم لحيصير رحيصير مقابلكم تماما فهنا طاقتكم بتصير ضعيفة بصير الجو مناسب لا القيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني طبعا من طيلة النهار هيك وبوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية ولكن بتكون تحذروا الانفعالات بيصعب التفاهم معاكم ممكن تقعوا في ورطة أنتم بغناء عنها بسبب العصبية أو الحدية الجو العام متوتر وممكن تظهر مشاكل طارئة فبدك تكون صبور وما تتذمر لأن الفترة هاي خالية من الحضور برج القوس بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن ولغاية ساعات ما بعد منتصف الليل والظروف جيدة واحتمال أنه يكون في لقاء عاطفي أو اتصال حاولوا أنكم ما تفرضوا سلطتكم على أحباكم أما من ساعات ما بعد منتصف الليل بيصير القمر في بيت العمل والصحة رغم تراكم العمل إلا أنه عندكم قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم نظموا جدوى الغداءكم وخذوا قصد كافي من الراحة من حين لآخر ما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية اعتمدوا على جهودكم وطاقتكم لحصد النجاحات والأرباح راقبوا وضعكم الصحي بشكل جيد ممكن يكون في مراجعة طبية أو بعض الفحصات أو قلق مهاني برج الجديد بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم وتفاهم مع أفراد العائلة طبعا الأجواء ممتازة على المستوى البيت والعائلة ولكن هاي فترة مهمة لتعزيز الروابط العائلية بالرؤم من بعض الهواجس اللي بتعيشها حاول إنك ما تعصب وما تنفعل وتعامل بالمسائل العائلية أو البيتية بغدوء أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة النهار بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالكم نسبيا لأنه ممكن تجدوا حليفة دعم تصوراتكم أهم شيء إنه ما تستسلموا بل كرروا المحاولات اليوم لأنه أي شيء لو كررت المحاولة ممكن ما يزبط من أول مرة يزبط من ثاني مرة بترغبوا في استكشاف مناطق جديدة وبتميلوا للسفر والمشاركة في رحلة عمل مثلا لأجواء رومانسية فيها نجاح كبير ولكن ممكن يكون فيها قلق حول أحد الأحبة برج الدلو بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات ومنكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية لترويج لمشاريع بنجاح خلال هذه الساعات اللي هي من الآن ولغاية ما بعد منتصف الليل بتكن تنتبهوا أثناء تنقلاتكم وقيادتكم للسيارة واللي عنده امتحانة ومقابلة ما يعتمد كثير على الحضور أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وطلت النهار بصير بوسعكم ادخال تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم شيء أنه ما تسمحوا لعواطفكم بالتأثير على سلوككم وأداءكم ما تنفعلوا حتى لو شعرتوا بالانزعاج وإسعوا لتحسين موقعكم في العمل ولتثبيته وقدموا المساعدة لأي شخص بيحتاجها برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا مال بعودلهم أو ممكن يحصلوا على هدية الأجواء جيدة وابتدعمكم ولكن حاولوا أنكم أتغامروا مالياً لا مشتريات ولا إسراف ولا دينوا حد فلوس وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة النهار طبعاً نشاط عالي جداً رح تنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع تعامل مع أخ أو جار أهم شنك تكونوا عنصر إيجابي وما تتسببوا بالنفور للأشخاص اللي حواليكم اتفاهموا مع الآخرين وابقوا هادئين لما تتفوتوا عليكم فرصة المصالحة والتسوية بل كرروا المحاولات السابقة وما تستسلموا وحذروا من السرعة وسوتفهم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر